هناك بقى أسباب تربوية الأسباب التربوية نمرأ واحد فيها تربية طفل معصوم من الخطأ يعني الطفل أول ما يبدأ يمشي كده هو عنده سنة ونص ويخبط رسه في الترابيزة الناس بقى تضرب الترابيزة أقايا ترابيزة أقايا ترابيزة يا وحشة خبطي تامر وبعدين يتكعبل في السجادة يضربوا السجادة أقايا سجادة يا وحشة وقعتي تامر بالتالي تامر يا إما هيبقى متخلف عقلين يا إما هيبقى فاهم إنهم ما بيغلطش ودايما أي مشكلة هيتعرض لها لها سبب خارجي مش هو السبب فيها فبالتالي لما يبدأ يتعرض في حياته لمشكلات أو ضغط حتى امتحانات أو حاجات زي كده يبدأ يقول إيه مين السبب في اللي أنا فيه دا دلوقتي يبقى ربنا يبدأ يوجه غضبه نحو الله سبحانه وتعالى مع إن التربية القرآنية عكس كده تربية القرآنية خليني أقول إيه لما يخبط راسه في الترابيزة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أوه حبيبي وريني راسك لا الحمد لله ما تعورتش إن شاء الله المرة الجاية هتخلي بالك يبقى أنت فهمت تامر إنه هو اللي خبط دبقه في الترابيزة مش إنه تامر واقف والحاجات عمالها تطير تخبط فيه هو إيه دي يعني يعني ليه بنعلم ولادنا الهبل ده طبعا للأسف إحنا كثير جدا عملوا كده مع أولادهم فما تقلقوش يعني هو مش كل واحد حقا عمل معاه كده ده هيسبب له إلحاد يعني إن شاء الله ما حصلش لكن يعني هو اللي من قوله مش كل واحد عبر الشارع دون أن ينظر مين وشمال بتخبطه السيارة لكن كل واحد خبطته السيارة ما بصش مين وشمال صح؟